احنا ببقى سعيد جدا لما بشوف فنانين وشبان مصريين كده بيصلوا لعتبات النجومية في البدري بدري لانه الجيل اللي قبل ده بدأ يشعر بنجوميته بعد ما عدى الخمسة وتلاتين وفي بعضهم بعد ما وصل الاربعين يعني وكانوا بيمروا الحقيقة بتعب ومجهود وانهاك ومشوار طويل جدا وكتول عمري ما كنتش بفهمه يعني لما تنجم فنان او فنان يتحول الى نجمه ويشيل عمل وهو عنده اربعين سنة طب يعني ليه يعني ايه الفكرة وايه الهدف ما تعرفش ايه الفلسفة اللي ورا ده ما كنتش افهم جماعة ده الناس بعد سنة الاربعين هتبدأ تشحر خلاص يعني علشان يهدي ده قليل جدا يمكن كان مستثنى مثلا احمد السق ربنا يا رب يدي له الصحة نحب احمد اوي 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 مهم يعني هو شخص جميل فهرجعك على انه لما بشوف احمد داشه وهو بيشيل مسلسل وشوف عصامه وهو بيشيل مسلسل وكذا ببقى قاعد سعيد يعني ودي حاجة اللي بتوريلك ازاي المنتج بيشتغل المنتج اللي قلبه جامد وفي نفس الوقت ما هواش قلبه جامد كده وهو مغمض عينيه هو فاهم ليه لانه هذا المنتج يسق في المخرج يسق في الكتاب يسق في فريق العمل فيسق في ناس اللي بتختار يعني المنتج مش هيجي يقولك والله انا عايز فلان يبقى الدور ده وعايز فلان الدور ده المنتج في الحالة بتاعتنا اللي حتى نتكلم عليها اللي هو الشركة المتحدة ما بتعملش كده هي اختارت الورق واختارت الاخراج خلاص احنا داخلين ننتج ده المخرج والمؤلف والسيناريست هم اللي هيختاروا أبطال العمل هنا المنتج ما بيقولهمش لا هنا بقى المنتج اللي قلبه جامد وفاهم وواعي ولو فيها حساب مخطرة أو حساب مغمرة بيبقى في أضيق حتة ممكنة وبالتالي انتظروا الكثير من أحمد داش وانتظروا الكثير من عصام وانتظروا الكثير من طهد سوقي انتظروا الكثير من نجمنا